الحب والخير والجمال ثلاث كلمات تختزل تجربة الفنان التشكيلي وضاح السيد اختار 17 قصيدة للشاعر نزار قباني لكي ينظر إليها في لوحاته بعيون نزار وبمزج بين اللون والقصيدة يقول وضاح اللوحة هي مرآة للنفس البشرية إنما هما متصلان بحبل سري كالجنين في رحم أمه وضاح أهلا وسهلا فيه أهلا فيكم شكرا أنت خير دليل وخير مثال على الموضوع الذي نناقشه الليلة لأي مدى استطاع الرسام أو المبدع أو الفنان أن يستلهم المرأة في أعماله الفنية وأن لا يقف عند حدود الجسد بل غاصة أكثر إلى عمق الروح فضيلة يمكن كانت مستشرسة على المبدعين وقالت أنه وقفوا عند حدود الجسد ولم يدخلوا إلى أعماق المرأة قبل أن نبدأ حوارنا معك وتنضم إلينا روبرتاج والقضاء على أعمالك وفنك ونعود إلى هذا الحوار على مدار تأملي سنين طويلة هذا العالم لم أجد أجمل من المرأة والعقل العقل بما يتسع فضائه لإفكار والمرأة بما يتسع شكلها للجمال أعملت نوع من التزاوج بين المرأة والعقل فصارت المرأة بشكل أو بآخر هي من تمثل أفكاري هي من تمثل كل فضائي الزهني هي تمثلني على اللوحة وتتحدث بأي شيء أريد أن أقوله من سماني فنان المرأة هي مرأة، هي سيدة أنا أعتقد أنها سمتني هذا الاسم لأن ريشتي في اللوحة استطاعت أن تسجل تماماً كل ما تفكر به استطاعت ريشتي أن تحررها هي كلمة كبيرة فعلاً أستاذ الفنان وضح السيد أهلاً وسهلاً بحضرتك مشرفنا حضرتك عملت حكتين حقيقة أنت خليت المرأة هي التي من خلالها تعبر عن أفكارك أنت ونقلت أفكار نزار قباني التي كتبت شعراً عن المرأة كذلك فعملت حكتين يعني الجمال في الجسد والجمال في العقل أنت شايف إيه أحلاهم وليه نزار ببدأ بنزار طبعاً الراحل الكبير أولاً أنا لا أرى نفسي مسجون في زمن واحد ممكن أنا فيزيائياً موجود بزمن واحد ولكن أنا عقلياً ممتد إلى أبعد الحدود فلا زمن يحكمني وإذا فيني أتحرك بالزمن الماضي وأخذ منه نزار لأنه نزار هو أجمل عريشة تياسمين بالشام ولكن انتقدت فضيلة بعض الشيء نزار وقالت أنه في محلات نزار لم يدخل كثيراً إلى أعماق المرأة يعني بقي في القشور الخارجية لهذا الجسد ولهذه الشهوة مشان كون واضح ما كون صريح أنا لم أذكر نزار ولم أتحدث عن نزار ولم أسمع نزار لأنه شاعر المرأة نعم مشان كون صريح بس أنت اخترت 17 أصيدة جسدت لوحات نسائية ولكن أنا قرأت نزار كحالة كمناخ كعقل كتاريخ لم أقرأه كقارئ للمرأة فقط هاي مشكلة التلقي المتلقي يسمع نص جديد كيفما يريد لأن ده الفن طبعاً المتلقي أنا عجبتني فكرة كان عم بيقول المرأة تمثل أفكاري المرأة تمثلني ما في كاتب عربي قال هالشكل وقال فن حاول أن يحرر هذه المرأة بدل ما أن يجعلها مقيدة أكثر هذا رد جميل بداية من البداية من وقت ما ولدت وتعذبت هالمرأة هاي لحتى خرجت أنا ككيان وأنمت كل شي فيه من عقل وحضور وموهبة وإلى آخره وبمرحلة ما صار فيه غير الأم صار فيه المرأة الحبيبة وصار فيه المرأة الصديقة وتنوعت كل حديقة في حياتي فهذا رد جميل بسيط للمرأة وضح لأي مدى تعتبر نفسك أنك لم تقف عند شهوة عند الشهوة بألوان حالمة أنت تكلمت قلت أنا مزجت العقل ومزجت الجمال بنفس الوقت ولكن قديش بتحس مع نفسك وتكون عم تحاسي بنفسك بشكل كتير صريح أنه أنت فعلا لم تتوقف عند هذه الشهوة الخارجية بألوان حالمة وفعلا أنك غسطة في العمق لا شك أنه لوحتي هي إنعكاس ومرأة لفلسفتي بالحياة وأنا فلسفتي البسيطة والبسيطة جدا هي أن النشوة والمتعة التي طبعا يتحدث عنها والبشرية كلها تدور حولها أنا بالنسبة إلي اكتشفتها في الروح في الروح في الروح أكيد ربما أحد يسألني وما هي الروح أنا بالنسبة إلي الروح هي منظومة من الأحاسيس وكيفية تزوق هذا العالم بطاقة من الحب بس لم ترسم روح جميلة وجسد قبيح مثلا إذا بدنا عن جد نروح كتير أنه أنت رسمت روح جميلة ربما رأيت الروح أنا في بعض لوحات ورسمت جسد جميل وموفمان إذا بدنا نقول موفمان يعني حركة حركة لكن ما شفت بلوحاتك روح ساخبة أو روح طاغية ووجه قبيح أو جسد قبيح أنا سعيد كتير بهذا السؤال بعترف لك أنه هذا أسكى سؤال بتوجه لي بتاريخي فني هذا أسكى سؤال أنت مع بطيل دفع رجالله تقطت حالة معينة لا شك أنا بعترف وأنا دائما بعترف على الهواء ما بعترف تحت الهواء بعترف أنه يعني الجمال يغويني دائما وجمال الجسد لسته أنا لسته نبيا لسته نبيا أقولها دائما لأصدقائي أنا لسته المسيح بالنهاية الجسد والجمال شيء يغوي كل البشر فلم أقدم لا يمكن أن تلغي المدخل لم أقدم إعلان أنني غير بشري أو أنني من مصاف أعلى من البشر فالجسد المرأة هو جزء مهم في دراستنا نحن كفنانين للجمال وجزء مهم جدا فلا يمكن أنني أنكر معظم دراستي أنا اللي درستها إنكرها ومن أجل فقط أنه تعالى روحيا وأتسامى روحيا هذا يكون كمان بلوحتي حقيقي فلوحتي بقدم فيها وضاح كما هو يعني أنه تيكت أورليفت هذا وضاح بيقدم الجسد الجميل وبيقدم الروح الجميلة ولكن ولكن أنا هون عندي تحفظ على بعض القارئين للوحتي أنه بيقرؤوها أنه آه في هذا جسد جميل فأنت تركز لا 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 أبدا إذا كان المدخل هو الروح إذا كان المدخل هو الروح فالجسد يأتي مكمل نعم وليس أنا ما شفت الجسد على فكرة هو البارس هو المتلقي نعم هو شفت أنه حسب بيترقب عنده اللون بيحكي عنده الحركة الجوانب يعني تلال شكور ربك إنك عدت جاءت يعني إحنا حكينا قبل الدخول على السيديو يعني أنت تضاعينا وضاح السيد في خانة مش الخانة اللي كنت عم بت لا مش به الخانة مش به الخانة ومش لأنه قاعد حدي لأ أنا شويفا فشت بصورة في الجاليري بتاعنا صور اللوحات ومع القصائد وطبعا تبعت شو حكي يعني طريقة حكي عن اللوحات وطريقة يعني ضربات ريشته فهي مختلفة يعني أنا بقول إنه الحب هو اللي بيحركه إنه في المشاعر وروح حركه مش الغريزة السمو لا بدأ مقال الروح يبقى فيه سمو في الفكر حتى طبعا ما بعرفي إذا إلي حق قول إنه نزار قباني كانوا يقولوا عنه إنه نسوانجي كتير إحنا كلنا كان نساء بنحب نزار قباني كانوا يحبون نزار قباني لدرجة إنه في مرة عامل أمسية نعم فبتنزل مرة من آخر هيدا من جاي بكتاب لي وقع لي بتطلع الطنورة بتقوله وقع لي هون نعم لأن اقتداروا على اللغة بيخليه جاذب بشكل كبير في أصايد لنزار لم يكن فيها روح نعم طبعا في أصايد كانت كالتركيبة لغوية بحتي ما بعرف إذا بسميها إباحية أو مي كانيك لغة باستاذ وضاح حضرك بصراحة بصراحة أنا عارفة حضرك عايز تعلق طب علق الأول وبعدين يلا بالنسبة لنزار أنا برجع للكلام اللي قلته من دقائق يعني أنه كمان نزار لم يدعي النبو يعني هو كان عم بيعيش حالة واضح إنسانية وانتو يعني عم تاخدوا حياة نزار كلها عم اطمحصوا فيها وبدأكم فيها حقني زارت عاش عدة مراحل في حياته وكان الإنسان المحبط وكان الإنسان الجميل وكان الإنسان الشاعر فربما أنه بقصيدة نقل حالة ما وبقصيدة أخرى نقل حالة أخرى طب أنت توافق على مقالته فضيلة قبل أن تدخل إلينا إلى استوديو يلي قالت أنه هل توافق أنه في حالة معينة لبعض الفنانين إن كان رسما أو شعرا أو أدبا أخذوا المرأة بس بشكل خارجي وأهملوا كل ما هو يتعلق بروح المرأة وبهوى جسد داخلي هل توافق؟ أوافق ولكن ليس في العموم ليس في العموم لأنه ما عندي في شريحة ما عندي قاعدة دائما في مزيج أنتوا فنانين كمان يعني أنا ممكن وافق بنسبة كبيرة أنه بالنهاية المرأة هي شئنا من أبينا وشاء من شاء وأبا من أبا أنه المرأة هي حضور يعري الرجل يعني هذا ده كلمة قملة قملة صعبة حضور يعري الرجل فإذا الرجل كان كان بحاجة ليرى نفسه فليجلس مع مرأة بالضبط إذا كان هو فارس ونبيل ستقول هي أنه هو فارس ونبيل هذه هي المرأة لذلك أنا وبالنهاية خلينا كمان نقول الكلام مثل ما هو الزمن ليس زمن الفرسان وليس زمن النبلاء وليس 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 وزمن البشر العاديين جدا حتى صرنا نسعى لهذه الصفة خلينا بس بشر عاديين يعني اسمح لي من القديم والفنانين كلهم المشهير حتى اللي بتبعها لوحاتهم بعد وفاتهم بسنين طويلة جدا دلوقتي كانت المرأة هي يعني من ليوناردو دافينشي اللي بس الابتسامة لجسد ولا أي حاجة تانية فأنا عايزة إجابة صريحة برضه وأنه حضوريك شايف أنه المرأة وسيلة لانتشار العمل يعني ماشي هي بتستخدم كسلعة في الأوساط الحديثة دلوقتي الأعلانات وما الأعلانات لكن في الفن في الأدب هي وسيلة أنجح وأسرع لوصول الفن أو العمل الأدبي ما تجاوب فيك ما تجاوب لا فيني جاوب لا ما تجاوب بدنا نأخذ فاصل حتى تجاوب بتسترسل بالإيجابة ورح أرجع لك ما تفتكر نسينا أنا حمالت نسيسي إلى إتهامة إلى إتي متل ما أنت اتهمت البعض بأنه ما قدروا يعملوا شيء غير يستهلكوا هذا الجسد اتهموك أنه أدبك أدب فراش أيضا فاصل ونعود نعود مع حضراتكم والمرأة ملهمة الفنانين والشعراء وأيضا الأدباء يعني أنا هرجع لإجابة حضرتك مع متل دلوقتي بس ناخد يعني تساؤل مع فضيلة لأن إحنا سألنا خلال حوارنا يمكن من أول الحلقة لكن ما غصناش في الموضوع ده أكبر أنت كتاباتك معرفش مش هي يعني الكتابات اللي ممكن إحنا كنساء نصفها بأن هي بتركز على الفراش فقط أبدا لماذا وصمت بذلك؟ والله كتر خيره في عنا كاتب كبير جزائري اسمه أمين الزاوي أمين الزاوي يعطيه الصحة حضر مرة ندوة ندوة فيها أنا وفيها عدة كاتبات فتحدثنا عن مشكلة الجسد وكيف يقيمنا المجتمع عبر هذا الجسد نعم فثاني يوم هو كان حاضر يعني أنا فرحت وسلمت عليه واشكرته وعلاقتي بيه علاقة طيبة جدا ولكن اتفاجأت أنه ثاني يوم يكتب مقال بأكثر جرائد انتشارا المرأة لا تزال تدور في أدب الفراش أنا انصدمت نعم حقيقة انصدمت لأنه كل أدب أمين الزاوي كله كل رواياته من الغلاف إلى الغلاف جسد المرأة أوضاع جنس كذا كذا يعني كله هو أدب وأدب فراش ولا يرى نفسه فكيف قيمني بهذه الطريقة وقيم الزميلاتي لا علم نعم فطبعا أمين الزاوي يعني اسم كبير في الجزائر مش مثل وسيني الأعراج مثل طهر والطار اللي يرحموا مثل رشيد بوجدرة فولع كلامه مؤثر راح المصطلح وأصبح لأنه انت انت فضيلة بكتباتك صورت الرجل العربي والجزائري ببعض الأحيان رجل وحش هو يرأى أكل لحوم المرأة يعني يأكل لحم المرأة غلط ويرميها غلط 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 يعني أنا أخذ حالة مثل ما قال كنتكلمت عن الاغتصاب أنا تحدثت عن حالة فقط أنا قلت يا جماعة عايب أنه نحنا نغتصب بنيتنا نعم عايب أنه يعني في حالات عايب أنه في هذا الزمن نستمر بتزويج بناتنا بطريقة تقليدية كأنه هي بضاعة ونحدد المهر بكذا فتصبح المرأة تتحدث وتقول أنه أنا أنا مدوني بعشر ملايين أنا مدوني بعشرين مليون يعني وضح هل أنت مع الجرأة مع الجرأة يعني مثلا فضيلة جريئة جدا في مشهديتها عملت تأ الخجل وصفت كيف الزوج يختصب زوجته ليلة أول ليلة العرس يعني وصف أنا وقت قريته يعني كنت هيك مشدودة جدا مشهد حقيقي إلى درجة كبيرة يمكن المشمع لا يتقبل هل أنت مع الجرأة والكلام واللغة المباشرة في الريشة وفي الأدب وفي الكلمة لا شك أنه يعني مش ممكن أني أنا أعطي الحق هذا لنفسي باللوحة وأحرم غيري منه فإذا أنا كنت أدعي الجرأة وأنني أحرر المرأة بلوحتي نعم فيجب يعني هذا هذا الطبيعي أنه أعطي حق للكاتب والشاعر ولا يكون جريء أن يكون حر طبعا أن يكون حر نعم طب نرجع لسؤالي مع حضرتك أنه المرأة من يعني قدم الأزل وهي بتستخدم لكن مش كل الفنانين أهدفهم واحدة فيه ناس بيستخدموها فقط للوصول إلى الجمهور المستهدف حضرتك شايف أنه 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 هي ده أمر متعمد علشان أبيع علشان ألفت النظر علشان يتشاف عملي يا سيدتي هذه حقيقة نعيشها حقيقة منذ أكثر من ألف عام نعم هذه حقيقة أكثر من ألف عام نعم يعني حتى الجنة يروج لها اليوم بالنساء نعم طبعا أنا لا أريد أن أحدد يعني عمكون هم حاول لطف الحقائق ما هو لطيف تسلميلي فهي حقيقة نعيشها ولا مهرب منها ولا مفر وكل مهمتنا نحن اللي ندعي أنه نحن عندنا شيء نضيفه لهذا العالم أو شيء لنغير في هذا العالم مهمتنا أن يعني نحرر أفكار مضادة لهذه الأفكار ونصنع موجة تعترض تلك الموجة يعني هذه مهمتنا بالحياة ويجب أن نبقى مصررين عليها مهما كان الزمو طيب بس المتلقي لا يميز يعني أنا بلاحظ مرات أنه إذا كان فنانس تعمل المرأة كمادة استهلاكية تيبيع أكتر ويسوي ويروج ويعمل فضيحة تالناس تنشد وتجي تشتري أو تشوف ما كتير بيختلف عن اللي عنده إيمة معينة أو رسالة معينة عم بيحاول يوصلها من خلال فنه ما بحس أنه في فرق لأنه المتلقي حسب المتلقي من هو المتلقي؟ يعني مثلا لوحة نساء الجزائر التي بيعت مؤخرا شفت كم مليون دولار باعت يعني لبيكاسو هي أيوة لبيكاسو لما مات لكن شوفي لكن شوفي ردة فعل ردة فعل يعني ردة الفعل في العالم الغربي ردة الفعل في الخليج ردة الفعل في الجزائر كانت قاسية جدا أنه هذه اللوحة ما كان يجب أن تباع وما كان يجب لأنها أهانت المرأة الجزائرية لأنه في اللوحة بيبين نهد نعم فاعتبروا أنه اللوحة يعني لم يقرأوا اللوحة فنيا مع أنه الرسام حين رسم اللوحة أظنه رسمها يمكن أحب وحدة جزائرية. يمكن تأثر بالطورة الجزائرية. معروف بيكاسوا بمواقفه. فكان المفروض أنه هذا المتلقي لا يحاكم اللوحة من وجهة نظر دينية أو من وجهة نظر اجتماعية. هذه اللوحة شي دفر. هو الإسقاط حصل في الوقت الحالي. المتلقي يتغير من المجتمع إلى المجتمع. طبعا. ومن الحق بالزمنية الحق بالزمنية. التقنيات الروحية لتعلم الرسم. هذه من الكتب اللي أنت لألك. ومن الكتب المهمة لألك. اللي بتعلم فيها كيف التقنيات لتعلم الرسم. شو قيمت هيدا الكتاب بحياتك؟ قيمته هو تحول تحول فلسفي وتحول روحي في حياة والضحي السيد. يعني قبل هذا الكتاب كنت أفكر بطريقة وبعده صرت أفكر بطريقة مختلفة وأعيش بطريقة مختلفة. كيف؟ في مرحلة من مسيرتي الفنية وفترة درست فيها. أنا عندي مركز لتدريس الفن بالشام. في هاي المرحلة اكتشفت العالم الروحي وصقافته. يعني التصوف جزء منه التصوف بعد عمر العقل جزء منه التصوف وجزء منه العلوم التشخيص الروحي وجزء منه الطب الروحي. يعني حتى العقائد البوزية وكل هذه الأفكار والثقافات الموجودة في منطقة بروح الإنسي. في منطقة من آسيا. نعم. نعم. هذه الثقافات أنا بدأت أختص يعني بالبحث فيها وأعطيها كل وقت نعم. واكتشفت من هاي الثقافات أنه نحن الحقيقة يعني نعيش في ظلمات ظلمات الروح. نحن يعني للأسف مجتمعات فقط تدعي أنها يعني في هذه المرحلة نعم. في هذه المرحلة تحديدا رسمت روح المرأة أفضل من السابق؟ في هذه المرحلة تحديدا وبعد اكتشافي لهذه العلوم أول شيء وأوجدت نظريتي الخاصة اللي هي بتقول أنه إذا أردت أن تصنع مبدع وفنان عليك أولا أن تسقفه روحيا قبل ثقافته الفكرية نعم. لأنه أنا طلابي وصلوا لطريق مسدود نعم. نعم. الطالب منهم صار ينسخ لوحة لأعظم الفنانين هو بشكل ممتاز لكن لما بطلب منه يرسم هو لوحته يفشل لا أفكار لأنه ما عنده فاكتشفت أنه شو الفرق بين طالب طالب عندي وأنا شخصيا ليش أنا بقدر أعمل هذا الشيء اكتشفت أنه أنا عندي الثقافة الروحية ومش موجودة عندي نعم. فأنا صرت نظريتي بالكتاب قدم هالثقافة طيب ثقافة الروح عم تم بيع في رسالة تمام لحظة لأنه فهمت فهمت كل اللي أنت عم تقوله هذه الثقافة اللي وضعتها بكل عنوينك إن كانت المرأة أو أي عنوان آخر الروح طاغية على أي عمل أنت تقوم به هل هذه الروح الطاغية اللي هي جزء من فلسفتك الحالية عم تم بيع على أرض الواقع يعني أنت لوحاتك وأتقول في لوحة لوضح السيد بيركدوا الناس تيشتروا هذه الروح الطاغية يا سيدتي ستة مليار أو أكثر من البشر هدول كتير علي أنا 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 لك حاجة لكل هذا الرقم أنا بحاجة لنخبة النخبة أنا لك حاجة للعقول والعيون أنا لست بحاجة لكل هذا العدد لمن يحترم اللوحة هذا كتير علي فلوحتي هي لنخبة النخبة لأشخاص الحقيقة يعني قطعوا شوط في خلينا نقول في عالم العقل والروح نعم أما الأشخاص المهتمين بقضايا الحياة المادة تفاصيلها والبراند خليهم بيا حياتهم يا بداح حضرتك اخترت الروح والسمو والحاجات اللي إحنا فعلا هي غير ملموسة ولكن إحنا نحتاجها في حياتنا اليومية فأنت بتعطي عن المادة تماما طيب عنده بزنس تاني عندك غير بزنس لا لا أنا بزنس تبعك هو الروح يعني مش بزنس كلمة مشحفة جدا سيدتي لا لا كيف يسير الحب مع وقع الحياة هذا الكتاب هذا الكتاب هذا الكتاب وزع مجانا نعم يعني أصدقاء وطلاب تعيس تنشر نظرية نفسها أنا أريد في حياتي وأقولها دائما أريد أن أنقر رسالتي هذا البزنس تبعي نعم إذا بدنا نسميه بزنس فليس سموه لا ترك بصمة نعم بس أنا أريد أن أترك رسالة وإضافة في الحياة وأرحل بدون ما شوف شو صار وراي نعم ما بيهمني ولا بيعنيلي هذا الكلام هذا هدفه غدنا على الأرض لأنه أنا والدي المرحوم محمود السيد تعيشي ولي هو أديب وشاعر معروف في سوريا كان يوصيني وصاني فيه قصة صغيرة بحياتي مهمة إذكرها عنه أنه لما بأيامه الأخيرة بده يرحل ما ترك لي وصية فاستغربت كيف ما يترك وصية بعد رحيله في أغراضه القديمة أخدت كتاب فتحته حاطته بدرجه فتحت الكتاب ولا كاتب لي وسيطه أهد الكتاب أبدا كاتب لي وضع حبيبي الحب هو المخلص حلو لا تنسى حلو جميل جدا فحقيق جميل جدا فضيلة أعطيناك نموذج يعاكس كل ما قلت في بداية الحلقة نموذج يغوص في أبعاد المرأة والروح طاغية والجسد هو معبر للوصول إلى هذه الروح أهلا وسهلا فيك أستاذ وضح نتمنى لك كل التوفيق بأعمالك وأن تبقى قادر على الغوص في روحنا حتى يظل حدا يقدر يفهمنا فاصل ونعود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر